اذا يا سادة احنا عايزين نركز شويتين تلاتة ونختم حلقتنا بالتأكيد على جملة من المعاني ايه المعاني اللي عندنا لو سمحتم ادعموا مؤسساتكم الافتائية ادعموها لان في الاخر خالص احنا بنرجع لها بنرجع لها لان هي الافتاء فيها مش افتاء فرض ده افتاء مؤسسة واحنا متعودين ان الخطأ اقرب للفرض منه الى المؤسسة ادي واحد الحاجة التانية لو سمحتم خليكم دايما ما بتسهموش في المشكلة خلينا دايما كلنا وانا معاكم خلينا نبقى جزء من الحل وليس جزءا من المشكلة ازاي تعالوا نتعاون وتعالوا نخلي البنمج ده بيدعو الى اجراءات عملية ممكن نخصص لها حلقة تانية نتكلم فيها ازاي نحاول نقلل ظاهرة التفاتي في المجتمع ممكن التفاتي دوت يكون بيدخل الناس في كتير من الاشياء اللي فيها تعدي على الدين تعالوا نعتبر التفاتي نوع من انواع التعدي على الدين وان الشخص اللي بيتكلم بغير علم هو بيتكلم بالشر ولذلك هيبقى تعبيرنا دايما للشخص اللي بيفتي وهو مش من اهل التخصص فلياقل خيرا او ليصمت ان كنت من اهل التخصص انت بتقول خير ازا ما كنتش من اهل التخصص صمتك هيكون عبادة اشتركوا في القناة